السلام عليكم لبنات كنس منها تكونوا باخير على خير وفي احسن الاحوال وصحة لكم مزيين انتم كتشوفوا هاد الفيديو دي اليوم ومرحبا بيكون فيديو جديد ووصفة جديدة مرحبا بالجميع اليوم اللي بنات غدا نشارك معكم وصفة اللي كتطول الشعر بسرعة كتوقف تساقط الشعر البنات اللي الشعر ديالهم كتساقط بزاف هاد الوصفة اللي بنات راها كتوقف تساقط الشعر بصفة نهائية هاد الوصفة لبنات فغدا نستعمل اعشاب غدا نستعملهم في شامبوان اللي البنات كي يعطيوا نتيجة رائعة كيوقفوا تساقط الشعر بصفة نهائية كيطولوا الشعر بسرعة كما قلت لكم غدا نحتاج لقرنفل فالقرنفل لبنات راها رائع في تطويل شعر كيوقف تساقط الشعر فغدا ناخد طحال كهربائي غدا نضيف ليه لقرنفل كي ما كتلاحظوا معايا ضفت معلقة ديالقرنفل غدا نضيف كذلك عشبة نجمة الارض فعشبة نجمة الارض البنات رائعة في تطويل شعر كتوقف تساقط شعر وتنبت الفراغات غدا نضيف جوجة المعالق ديال عشبة نجمة الارض كي ما كتلاحظوا معايا وهنا لبنات من بعد مطحنت هاد الموكوينات مزيان اولا هاد الأعشاب مزيان كي ما كتلاحظوا معايا به هاد طريقة هادي غدا نفرغ هاد الأعشاب المطحونة وغدا نضيف لهم الزنجبيل المطحون فالزنجبيل البنات رائع في تطويل الشعر كي يوقف تساقط الشعر بصفة نهائية وينبت الفراغات البنات اللي عندهم الحساسية في الشعر ديالهم من أحسن ما يستعملوش الزنجبيل في هاد الوصفة هادي غدا نستعمل كي ما كتلاحظوا معايا نصف ملعقة ديال الزنجبيل كنخلط مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم غدا نضيف لهم شامبوان ديال الأطفال يمكن لكم اللي بنات تستعملو شامبوان يكون ديال أعشاب اولا شامبوان ديال الأطفال كي ما كتلاحظوا معايا هنا يضفت شامبوان غدا نخلط مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم وصدقوني لبنات هاد الوصفة كتعطي نتيجة رائعة كتعالج جميع مشاكل الشعر هنا من بعد ما خلطت هاد المكونات هاد المكونات مزيان غدا نفرغ هاد الخاليط هادا في القرعاء دير شامبوان يعني كي ما كتلاحظوا معايا وهاد الوصفة البنات راها كتوقف تساقط الشعر بصفة نهائية كتطول الشعر بسرعة هنا من بعد البنات مخويت شامبوان اللي اللي خلطت مع الأعشاب في هاد القنينة هادي او لعاد القرعه هادي ديال دير شامبوان وكتحركوا القرعه مزيانة لبنات غدا نقول لكم طريقة الاستعمال ديال هاد الوصفة لبنات فهاد الشامبوان هذا غادي تبدو تغسله به الشعر ديالكم بالطريقة العادية يعني في ما تبعو تغسله الشعر ديالكم غادي تبدو تغسله بهاد الشامبوان هذا وفشيت قادة لكم اللي بنات عودوا تاني صوبوا الوصفة فصدقوني اللي بنات راها غادي نتلاحظوا الفرق من أول استعمال كتطول الشعر بسرعة كتوقف تساقط شعر ولو يكون اللي بنات الشعر ديالكم كيتساقط بزاف هاد الوصفة هادي راها كتوقف تساقط شعر بصفة نهائية وكنتمنى اللي بنات انكم تجربوا هاد الوصفة وتستفدوا منه وتعطيكم نتيجة اللي بغيتو ولبنات اللي اول مرة كيشوفوا الفيديو ديالي وكيشوفوا القناة ديالي فما تنسوش تشاركوا في القناة وتفاعلوا زر الجرس باش توصلوا باي فيديو جديد حتيتوا على القناة ديالي ومرحبا بالجميع ونخليكم على خير ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله بسلام عليكم